تتحضر دوائر وزارة العدل لاستقبال الوفد القضائي الأوروبي عبر عمليات تلميع وتنظيف المداخل والقاعات الوفد الأوروبي يتألف بحسب معلومات الام تي في من أكثر من ثلاثين شخصا بينهم الدعون عمون قضاة تحقيق وضباط شرطة وقد عين لبنان ثلاثة قضاة لبنانيين للإشراف على التحقيقات الأوروبية مصدر الرسمي أكد أن التحقيق يأتي على خلفية عمليات تبييد أموال حصلت انطلاقا من لبنان ولا علاقة لأموال المودعين والأموال المنهوبة بهذه الزيارة كما يروج البعض واستغرب الحديث عن تدخل أجنبي لأن الأمور قانونية استنادا لما تم توقيعه من قبل لبنان عندما انتسب إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بسورة عامة وهذا الشيء صار في 2008 وأيضا بالنسبة لفرنسا لبنان وقع أنا اللي وقعت الاتفاقية للتعاون القضائي بين لبنان وفرنسا في الأمور الجينائية بحسب معلومات الأم تي في المشتبه فيه الرئيس هو نون عين يعمل كسمسار مصرفي إضافة إلى أسماء أخرى ورؤساء مجالس إدارة مصارف سيتم الاستماع إليهم كشهود ولا صحة للحديث عن تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان وهذه ليست المرة الأولى تأتي وفود قضائية أوروبية إلى لبنان وهي تحترم سيادة القضاء اللبناني إذا بتقرأ الاتفاقيات بتشوف أنه سيادة القانون اللبناني بصورة خاصة في المواد الجينائية والجزائية هي محفوظة كليا لا يجوز تطبيق قانون جزائي أجنبي في لبنان الوفد القضائي سيصل على دفعات الوفد الألماني بعده لوكسنبورغ وختاما الوفد الفرنسي على أن تنطلق التحقيقات في 16 الشهر الحالي وتستمر حتى 20 منه